السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو توضيح بخصوص ترتيب الدفتر الامتحاني لطلاب التمهيدي حسب طلبكم طلبتوه من عندي قلتولي سيت شون نرتب دفتر الامتحاني صحيح لأن يعني صار لكم هواية تركين الدراسة هذا بو 10 سنوات هذا بو 15 سنة أو طلبتوه من عندي وإن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو وشون ترتبون الدفتر الامتحاني أول مرة طبعا النصائح والمعلومات كلها نزلتها بالقناة يعني شونش تاخذوا ياك لازم تروح من وقت لازم هيكي فموجودة بالقناة هسه شون هذا الفيديو بس شون ترتبون الدفتر الامتحاني تقعد إن شاء الله بالقاعة أو بالمدرسة أو بالمركز الامتحاني انتم شون المراكز الامتحانية رح يطوك أول مرة البطاقة طبعا أكو قسم من المحافظات منطين البطاقة للطلاب وقسم له بيوم الامتحان الإسلامي يطوك البطاقة اللي ما منطينا بطاقة وبعدين يطوك الدفتر الامتحاني هذا مثل هيكي هذا الدفتر يعني هو مو مثله يعني مثل كنمط من عنده ها يعني يطوك هذا الدفتر قلت لك تاخذوا ياك قلم جاف أو لا قلم أحمر ممنوع تاخذ ولا قلم سوفت تاخذ من هاي الأقلام اللي حلوة يعني قلم جاف حلو أكو أكو قلم جاف حلو يعني شوية النبالة مالتة زينة يعني مو هاي الرفيع بحيث على كيف يكتب فتكتب شو سوي تكتب اسمك هنا هذي باعو شوفوا شون تكتبه أول مرة قلت لك بقلم جاف حلو تكتب اسمك الثلاثي تكتب الرقم الامتحاني من البطاقة تكتب المحافظة مثلا أي محافظة مو تكتبون يعني القضال والمدينة ما عرف شنو لا المحافظة مثلا بغداد تكتب الكوت أي محافظة شوف انتمين تكتب المحافظة أو هنا تكتب المدرسة هاي المدرسة أريدك تسأل المدرس اللي يواقف عليك تقول أستاذ يا مدرسة هاي اللي يعني تشلنا بيها أو قلتوا هسا يعني صار لكم فترة باطلين بالسنوات تقول هاي اللي احنا قاعدين بيها المهم بس تسأله هو ما يقولش يرد لك زين هسا خلصنا كتبت اسمك معايني تروح شي سوي تروح تفتح الدفتر شوف دفترك مرتب لو لا هسا هذا يكتبون هناك جواب سؤال اللي الأول يطوق صفحتين سؤال الأول هذا سؤال الأول سؤال الثاني يعني صفحتين للسؤال الثاني للسؤال الثالث سؤال الرابع سؤال الخامس سؤال السادس ست اسئلة يطوق واخر شي يطوق ورقة فارغة هاي الورقة الفارغة شي سووا بها مثلا اذا ما ملحقت السؤال الأول كتبت لك صفحتين وبعد تريد تكتب لك جوز أفرع جوز جوابها او سؤال الثاني تروح تكتب تكتب بالورقة آخر ورقة بالورقة الفارغة تكتب عليه تكتب تابع للسؤال الأول لازم ترقم اذا ما ترقم يخلو لك كل شي ما يخلو لك صفر هي شي يعني هسا انت ما لحقت على السؤال الأول تكتب قتلك بالورقة الفارغة الاحتياط مطينك بالورقة فارغة آخر ورقة بالدفتر الامتحاني تكتب تابع للسؤال الأول تابع للسؤال الثاني وتكمل زي او اكو طبعا هذه ختمة طبعا بالدفتر اذا ماكو الختمة ما الوزارة لازم تبلغ المدرس يقول لها استاذ هذا ما بيختمه خاطر يغير لك الدفتر اي او قلت لك لا تكتب بالقلم الجاف لا تكتب بالقلم الجاف القصد الأحمر ها ومت تكتب السؤال من تكتبه بالقلم الجاف سؤال الأول هو سؤال الأول هو هذا مرتب اكتب بالقلم الرصاص بس اسمك بالقلم الجاف وترتيب حلو وتخطيط خطط اي اخذوا ياك مصدر خطط مثلا عندك كتابات الإسلامية عندك أحكام التلاوة أحكام التلاوة لازم تقسموه ثلاث أقسام يعني هذا بالسؤال الأول ترتيب مصدرة وياك أخذ لك مصدرة وترتيب وقلم يعني قلت لك ماذا تأخذ بالنبالات هذه القلم الرصاص لا قلم أقلام حلوة هذه تكتب طوخ مو أقلام ما حلوة تكتب قلم يعني كتابة فاتحة لا حلو سوي دفترك وترتيب خاطري يخلو لك صدقوني ترتيب الدفتر يخلو لك درجة ومن يشوفها الثاني هسا آني كمدرسة من أشوف الدفتر ربي مرات من أمتحن طالباتي من أشوف الورقة أشوفها مرتبة حتى لو ما مجاو بخلي عليها أزيدها درجة هسا أنتهم هو وهم نفس الشي بس يشوفك شون ما كان حال والآية القرآنية شون ما كان كاتبها ولكاتب بسم الله الرحمن الرحيم لكاتب صدق الله العلي العظيم يعني لكاتب قول الحديث تكتمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكتمون صدق رسول الله هي شي فمن يشوفه الدفتر يعني ما مرتب ما يخلو لك درجة صدقوني ترتيب الدفتر علي درجة وحلو خطك حلو وخطك واضح أو آخر شي هذي نختمها بهذه الفقرة آخر شي مو تكتب هاي يعني سبقت وقلتها قلتها بذاك الفيديو ما للنصائح والمعلومات التمهيدي لا تكتب آخر شي الله يخليك نجحني ومعرف شو من هاي الشغلات لا ترى ينقصوك أنت مجاوب أنت بطل أنت طالب تمهيدي صار لك بالعشر سنوات فوق العشر سنوات يعني تارك الدراسة وجدت حلو بباشر إن شاء الله من تروح تمتحن وتجاوب وبطل والله بطل أو نزلت كل شي نزلت وإن شاء الله النجاح والموفقية يا طلاب التمهيدي اشتركوا في القناة